أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروه القدس ولو شاء الله مفتتنا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم ما كفر ولو شاء الله مقتفلوا ولكن الله يفعل ما يرير يا أيها الذين آمنوا أوفقوا مما رزقناكم من قبل أي هي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون والظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع قرسيه والسماوات والأرض ولا يؤده هفذه ما وهو العلي الأقل لا إكره في الدين فتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاقوة ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يا فصام لها والله سميع أليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقوة يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أسحاب النار هم فيها غالدون ألم دخل إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتوا الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرك فأتي بها من المغرب فهويت الذي كفر والله لا يهد القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خوية على عموشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم أبعثه قال لبت يوما أو بعد يوم قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى مالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى عظام كيف ننشزها ثم نسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذا قال إبراهيم ربي أرني كيف تهي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فوز أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز هكيم مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أغبة السبع سنابل في كل سنبلة يأت حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع أليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يثنون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجروا من درفهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعوا أذى والله غريب هليم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلوا كمثل صفوان عليه سراب فأصابوا وابل فتركوا سلطا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله سريع الهساب والله لا يدر قوم الكافرين ومثلوا الذين ينفقون أموالهم ابتوا ومرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة برفة أصابها وابل فآتت أكلا دعفين فإلا يسبها وابل فطر والله بما تعملون بسفير أيها التوحدكم آتقون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تاتي الأنار لو فيها من كل الثمارات فأصابه الكبر ولو ذرية دعفة فأصابها يأسر فيه نار فاحترقت فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتوا ومما أخرجنا لكم من الأب ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تؤمنوا فيه وألاهم أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفشا والله يعيدكم مغفرة منه فضلا والله واسعا أليم يؤتل هكمة من يشاء ومن يؤتل هكمة فقط أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصوار إن تبدو الصدقات فنعمائي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس علي كوداهم ولكن الله يا ذي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تدلمون للفقراء الذين أسفروا في سبيل الله الذي لا يستطيعون ضربهم في الآب ياسبهم الجاهل أولياء من التعفو تعرفهم بالسيمة لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار استروا على نية فلهم هجروا من عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم ياسنون الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبط الشيطان من المد ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وهرب الربى ومن جاءه موعدة من ربي فاتها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عدف أولئك أصحاب الناس هم فيها خالدون ينفق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يريف كل كفال أثير إن الذين آمنوا وعملوا السالحة وقوموا السلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم ياسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بكي من الزبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانتوا عصر فنذرة إلى من سره وأنت صدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تزاينتم بذين إلى أجر مسمى فاتقبوا وليتق بينكم كاتبهم بالعدل ولا يعب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي علي الحق وليتق الله ربه ولا يبقى منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من له فليملي الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإذا لم يكون رجلين فرجل ومرتان مما ذردون من الشهداء ينطب إيدهما فتذكر إيدهما الأخرى ولا ياب الشهداء وإذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو قبيرا إلى أجل ذلك ما فستعين الله أقوام للشهادة ودنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هابرة تديرنا بينكم فليس عليكم جناه ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تباععتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تنفقون وإن تقعلوا فإن نوفسوكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله إن الله والله بكل شيء أليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريان مقبوضا فإذا من بعدكم بعدا فليؤدي الذي تمنى أمانته وليتك الله فهو ربه ولا ترتموا الشهادة وما يرتمها فإنه آدم قلبه والله بما تعملون عليم إلا بما في السماوات وما في الآل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخبوا يهاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعطب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا مفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامير الله لا إله إلا هو الهي القيوم نزل عليك الكتاب بلاكم صديقا لما بين يده وأنزل التوراة والإنجير من قبله دل للناس وأنزل الفرقا إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز تقوم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يسومنكم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو الأزيز العكير والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات موكمات هنهم والكتاب وأفر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم يقولون آمنا به قل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزيل قلوبنا بعد إذا ليتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا غب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين قفروا لا دوني عنهم أولهم ولا أولاد من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار فذا بآل فرعون والذين من قبلهم فاذبوا بآياتنا فأخدهم الله بذنوبهم والله شديد الإقوب قل للذين كفروا ستولبون وتشعرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين انتقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رعي الأعين والله يؤيد بنصره من يشاء وإن في ذلك العبرة اليوم للأبسار زين للناس وبشاوات من النساء والبنين والقناقل المقانطرة من الثاب والفتة والميل المسومة والعنآم والحرب ذلك متاع العيات الدنيا والله عنده اسم السوا والله عنده اسم المآب قل لأونبيكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جناتنا تجري من تاتي الأنهار خارجين فيها وأزواج مطهرة ورفعهم من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا آمنا إننا آمنا فأفر لنا ذنوبنا وفينا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصر لا إله إلا هو الأزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا مما دمى جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الهساب فإن هاجوك فقل أسلمت وجي لله ومن اتبعان وقل للذين اتبعوا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والظوء بصير بالعباد إن الذين يقولون بآيات الله ويقتلون النبيين بغيرها ويقولون الذين يأمرون بالكس من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناس في رين ألا تر إلى الذين أوتوا نصريبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليقوم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معلدون ذلك بأنهم قالوا لا يتمثل النار إلا أياما معدودات وقرهم في دينهم ما كانوا يفتروا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يتلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء من تشاء وتعز الملك ممن تشاء وتذل من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك العير إنك على كل شيء قدير لا يتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الهي من الميت وتخرج الميت من الهي وترسك من تشاء في ويري هساب للذين لا يتخذ المؤمنون الكابرين لا يتخذ المؤمنون الكابرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا فمنهم تقوا ويهدركم الله نفسه وإلى الله المسير لا قل إن كنتم تخفوا قل إن تخفوا ما في سدوركم أو تبدوا ويعلموا الله ويعلموا ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مغضرة وما عملت من سوء توتنوا أن بينها وبينه أملا بعيدا ويهدركم الله نفسه والله روف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدركم الله ويوفر لكم دنوبكم والله غفور الرحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يهيب الكافرين إن الله استفى آدم ونوحه وآل إبراهيم وآل إمران على الأعلمين سرية وبعدها من البع والله سميع أليم إذ قالت مريم إذ قالت امران ربي إني هذرت لك ما في بطن وهرر فتقبل مني إنك أنت السميع الأليم فلما ودعتها قالت ربي إني ودعتها أنسى والله أعلم بما ودعت وليس تكره الأنسى وإني سميتها مريم وإني وعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول ناسا وأبتها نبات ناسا وقبلها زكريا كل ما دخل عليها زكريا مهرب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بويله ساب هناك دعا زكريا ربا قال أب أبلي من لذنك درية طيبة إنك سميع وتعى فلا تسمو الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيه يا مصدق بكلمة منه وسيدا واسورا ونبيا من الصالحين يا مرح قال ربي أنه يكون لي قلامه وقد بلغني الكبر وامراتي عاكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس سلاثة أيام إلا رمزا وذكر ربك كثيرا وسبيب العشي والإبقاء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله استفاك وتورك والصفاك على نساء العالمين يا مريم كنتي لربك واستدي وركعي مع الرافعين ذلك من آباء لويب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بيها يا وسدك بكلمة من وسمه المسيح وهي سبر مريم وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكالوا من الصالحين قالت ربي أنا يكون لي ولده ولم يمسسني بشاء قال لك ذلك الله يخلق ما يشاء إذا قطى أمرهم فإنما يقول لكم فيقول ويعلموا الكتاب والإكمة والتورة والإنجيل من رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الضين كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله وأبره الأخماء والأبرس وهي الموتى بإذن الله ونبيكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم والله إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولو إلا لكم بعد الذي أرمى عليكم وجيتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فلما أهز عيسى منهم القفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواري لنحن أنصار الله آمنا لله فاشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت وتبع الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومتهدك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوا وكفوا فالذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي فرجعكم فأقوم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فوعذبوا مذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناسي وأما الذين آمنوا وعملوا السالحة لهم جن وأما الذين آمنوا وعملوا السالحة فيوفيه قجورهم وما الله لا يهب الظالمين ذلك نسلو عليك من الآيات والذكر الهكين إنما سلعيس عند الضيكمة لآدم ولقوا من تراب ثم قال لكم فيقون الحق من ربك فلا تقوم من الممترين فمن جاءه مر فمن حاجك من بعد فمن حاجك فيه من بعد فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبثل فنجعلنا نطلعي على الكافرين كاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له نزيز الهكين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتقل بعيدنا بعضا أربابا ومن دون الله فإن تولوا فقولوا شادوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تهاجون في إبراهيم وما أنزلت الثورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ولا يأهل ها أنتم ها أولئي حاجدتم فيما لكم فيما لكم به من علم فلم تهاجون فيما ليس عليكم به علم وظهو يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يوديا ولا نصراريا ولكن كان هريفا مسلما وما كان من المشركين ذلك إن أولى الناس بالعلم يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوا وهذه النبي وهذا النبي والذين آمنوا الله ولي المؤمنين وقال الطائفة من أهل الكتاب آمن وقال الطائفة من أهل الكتاب لو يدلوا لكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تقولون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون لقب الباطل وتنطمون لقب وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين آمنوا وجل نهار وكروا آخره لعلهم يردمون ولا تؤمنوا إلا لما تبع دينكم وقل إن الهدى أود الله أي تاحد مثل ما أوتيتم أو يهاجوكم به عند ربكم ويهاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بي لله يؤتيه من يشاء والله واسع أليم اختص برامته من يشاء والضوء بالفضل الأعظيم ومن أهل الكتاب من إن سأمنه بك انطار يؤديه إليه ومنهم من إن سأمنه بدين أهل الله يؤديه إليك ثم جع إلا ما دمت عليه قائما ذلك من آيات ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفع بأهده وتقوى فإن الله يحب المتقين قل إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خلاق لهم ولا في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم الكيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتأسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله ويقولون على الله لكذب وهم يعلمون لا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والهم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذ الملائكات والنبيين أربابا أن يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذا أخذ الله وإذا أخذ الله ميطاق النبيين لما آتيتكم من قبل أي من كتاب وإمت ثم جاءكم رسول مصدق لما ماكم والنبي لتؤمنوا النبي ولتنسرن قال أقرأتم قال أقرأتم وأغدتم على ذلك لكم بسري قالوا أقرأنا قال فاشهد بأننا مسلم قال فاشهدوا أنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فلما فما تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفا غير دين الله يبقون وله من أسلم وجهه لله وهو محسن أفا غير دين الله يبقون وله من في السماوات والأرض طوعا وكرهوا وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسهاق ويعاب قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإساق ويعاب والنبي والأسباط وما أوتيه موسى وعنسى والنبي لمن ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونعم له مسلمون ومن يبقى غير الإسلام دينهم فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين فكيف يهد الله قوما انقفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول هكو لما وجاءهم البينات والله لا يهد القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخاف عنهم الأذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأسله فإن الله غفور الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا قفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالين إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا قفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم خفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض من ملء الأرض ذهبوا ولا يفتدوا به أولئك لهم أذاب أليم وما لهم من ناصرية صدق الله العدي